اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدى الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يتميز به أبناء الوطن من إرادة في الإنجاز في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات سيكون دائما منطلقا للتميز والبناء على ما تحقق من ريادة لمملكة البحرين في الصحافة والإعلام ومواكبة التطور والمستجدات منوها بإسهامات الصحافة في مسيرة الوطن وحجم نتاجها ومخرجاتها عبر محطات التاريخ المختلفة الذي يؤكد دورها كشريك في مساعي التطوير المستمرة وفق رؤى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حافظه الله واستكر سموه بكل فخر واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله بالصحافة والصحفيين والتي كانت أساسا لانطلاق جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تقديرا لدول الصحافة في رفض العديد من المنجزات الوطنية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الخامسة وهم أسام الماجد من صحيفة البلاد الفائز بجائزة أفضل عمود رأي سعيد محمد من صحيفة البلاد الفائز بجائزة أفضل تحقيق صحفي تمام أبو صافي من صحيفة الأيام الفائزة بجائزة أفضل حوار صحفية سلطان الحداد من وكالة أنباء البحرين الفائز بجائزة أفضل صورة صحفية حيث أنهم سموه بفوزهم بالجائزة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لمواصلة حمل أمانة الكلمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وقال سموه أن الاحتفاء بنتاج المتميزين من حملة القلم وكوكبة العالميين يبعث على الفخر والاعتزاز لما تسلحوا به وزملائهم من أبناء الوطن المخلصين من روح مسؤولة في ميادين التحديات كجزء من فريق البحرين فعطاهم لم يكن حرفا أو كلمة بل قيما ومعاني وأخلاقيات ينهض بها الوطن في مختلف الظروف بعمق الموضوعية ونزاهة المسؤولية ونشد من خلالها عزم الجميع لمواصلة المسير نحو مستقبل أجمل للمملكة كما حاضرها الزاهي لما يقوم به الأعلام المسؤول من دور أساسي في تحقيق التطور والنماء في شتى المجالات من جنبه عرب اسم الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته للجائزة ودعمه المستمر للصحافة الوطنية وتعزيز إسهامات الصحفيين ضمن فريق البحرين بما يرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله كما أعرب الفائزون بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن دورتها الخامسة عن شكر وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من دعم واهتمام بتعزيز دور الإعلام المسؤول لما يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة من تقدم ونماء للمملكة